السلام عليكم ورحمة الله كيف دايرين لبس عليكم كانتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكانتمنى ان هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ومرحبا بكم معايا في قناة شيوة نزا ام يوسف غادي نحضر لكم لشو الصن كيجي ساهلين وبساطين كذلك وبطريقة ساهلة وبحشوة اقتصادية غير بالخضار بدون لحوم الطريقة ديالهم كتجي ساهلة مبساطة ندوز نشوفوا الحشوة مباشرة انا هناي غدي نشارك معاكم هاد الحشوة بدون لحوم تقدروا تديروا فيهم تنوعوا الكفتات تقدروا تديروا الدجاج تقدروا تديروا الطون او لا تخليهم كيفما انا درتهم لكن انا بغيت ننوع يعني ندير غير الخضراء بحال هكا باش كيجيوا يعطيوا واحد الماضق زوين انا هناي عندي حبة ديالفلفلة حمرة فلفلة خضراء وعندي بصلا بالنسبة الفلفلة خضراء وفلفلة حمرة قطعتهم على شكل طولي باش يعطيوني واحد واحد اللو جزويون فيهم كذلك عندي واحد جوشخي الزوات اللي حكيتهم الرقاق بالحكاكة الغليظة وكذلك عندي واحد الحبة ديالفلفلة قطعتها على شكل طولي بحال هكا وعندي بصلا بالنسبة العطرية عندي غندير معلقة ديال المطار ومعلقة ديال تلسة المعلقة عفون ديال سلسة ديال السوجة معلقة صغيرة غير مملوقة ديال البزار معلقة صغيرة ديالتحميرة ومعلقة صغيرة تكون عامرة مزيانة ديال القرفة كذلك عندي واحد كمية ديال السبيب اللي تبقى اختيارية انا تقريبا درت كأسي اللي ربع ديال السبيب اللي كيبقى ضروري التهوى وعندي واحد العويدات ديال القرفة اللي كيعطي واحد اللي تكتواته مع السبيب وكذلك مع القرفة كنناخد واحد المقالة كنديرو فيها هد الخضار هادي وكننضيف لها واحد ثلاثد المعالق ديال زيت الزيتون تقدروا تعودوه بزيت النباتية اللي بغيته سوف ناخدها فوق البوطة ونغطي عليها، نخليها حتى تطلق لي ذاك اللي ما تماما كيف ما شفته في الفيديو كتطلق ليكم وكتنشف تماما من بعد كنزيدوا ليها هذيك العطرية اللي احنا اللي تكرت لكم من قبل نعودها معاكم ما شي مشكل عندي مع القاة دي القرفة تكون كبيرة عامرة مع القاة دي اللي بزار غير مملوءة ومع القاة دي التحمرتي تكون عامرة بزاف نزيدوا داك الكاس ديال ديال الزبيب نزيدوا كذلك مع القاة ديال المطارد اللي ضروري تاييك باش كتعطي واحد النكهة واحد البنة ديال الدخان كذلك نزيدوا السلسة ديال السوجة اللي كتبقى يعني ضروري انكم تطيروها فيها لكن كتعطي واحد الماضاق بزوين فيها سوف نخلط هذوك المكوينة كاملين مع ديك العطرية مع ديك الخضراء ودك الزبيب نخليها غير شوية نفخلية حتى هو الدخوله الطياب بالنسبة هنا اللي بغيتوا تضيفوا الفرمج الحمار كتضيفوه انا مدرتوش ولكن ضفت واحد الإضافة درت الزيتون القطع طريفة صغار يعني قطعتهم ديان فرمتو ودرتو في معه هذو الحشو هذي باش احطاني ما بين الحلاوة والملوحة وكذلك ضفت واحد شوية ديال الملحة وضفت معلقة ديال السكر ما تكونش معاها بزاف تقدرو تضيفو معلقة ديال العسل بالنسبة لهذا الحشو هذي فهي كتجي ما بين الحلو والمالح يعني كتعطينا واحد الماضق ما بين الحلو والمالح كيف ما كان عرفوه ان القرفارة ومع الزبيب كذلك كيعطي الحلوة والملوحة غد ندوز معاكم الحشو العجين عفوا بالنسبة للعجين ديال اللوشوسو كتبقى اختيارية انا غد نشارك معاكم هاد العجين هادي كل واحدة وعندها الطريقة ديال العجين ديالها غنشارك معاكم هاد العجين بالنسبة لهذا العجين عندي واحد زلافة ديال فورس اللي تقدرو تديرو الكيمية مضاعفة غد ناخد غندير فيها معلقة ديال الزبدة لتكون مملوكة يعني تكون كبيرة بزافة عامرة بالنسبة للعطرية انا هنك ندف معاهم واحد شوية ديال الزعتر وكذلك واحد شوية ديال البزار غير شوية وكننضيف واحد شوية ديال الخميرة الفورية تقدرو تديرو ربع كيس ديال الخميرة خميرة الحلوة انا غد نفضن ندير هاد الخميرة هاد باش غير شوية ماشي بزاف تاهية ما كتخمرش بزاف نضيف معلقة الزيت الرومية ونضيف معلقة الزيت الرومية لأنه المعروف على نشو السوك يتعجنه غير بالزبدة ولكن نختصره قليلاً نضيف الكيمية قليلة كذلك عندي الفرماجة الكيري تقدروا تضيف الجبن العادي فهو يعطي واحد الليدة فيها صراحة لملوحة دياله يعطي واحد الليدة بالنسبة للبيض نضيف هذا الأبيض لكي لا يضيع لنا نضيفه في الخالد ونضيفه بالأصفر لكي نضيفه نضيف الزبدة مع الفرماج وكذلك المكونات نخلطهم ونبقى نبس بس بس بهم بحالها كافية مع الزبدة ونقم بس بس بأن المكونات ونضيفه نبقى أن ي Eigبط في البرد ونضيفه ونضيفه نقم بس 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 حتى نرتكب بالتاكس الأصفر أبيض البيضاء نضيف لما تقريباً كمية قليلة تقريباً ربع كأس لما تقريباً هذا العجين تقريباً تقريباً قطرة تقريباً تقريباً يجباً الماء إلا أصدق لأن العجين سوف تقريباً لان أخفيف كما أردت كبير حتى أربعة لأن العجين في نفس الوقت أردت سوف نخلطها بطريقة سهلة وعجينة بسيطة سوف نغطيها بوحد البلاستيكة ونضيها شوية ونجيبها حتى ندلكها ومن بعد سوف نغطيها بوحد البلاستيكة ونخليها في الإناء حتى تطلق ليش شوية لا تضاعف الحجم ديالها بالعكس غير ترتاح واحد شوية تقريبا 1-5 دقايق بحلاكة سوف ندوزو باش نصاوبوها في المول ديالنا عفوان باش نصاوبوها باش نقطعوها قطاع اللي احنا باغين سوف كيفما شفتو بها الطريقة هادي سوف نجمع العجين ديالي بها الطريقة انا كتحضرت معكم هادلوشو الصوم من قبل ولكن فيديو بدون صوت حتى هما كعجبوكم وحصلوا على واحد النتيجة صراحة بطريقة سهلة ولكن كان فيهم الحشوة عنده فيهم اللوحوم كنت حضرتهم تقدروا انكم تدخلو تشوفوهم وغادي ننزل لكم الرابط ديال الفيديو تهو ما كيجيوا ساهلين وكيجيوا لدادين بهذيك الطريقة وبهذيك الحشوة سوف هنا من بعد مرتاح ديالعاجين ولا ترتبال زي بزاف غادي نطلق غادي نديرو حد الكيميه ديالتقيق تقدروا تديرو حد جوج بلاستيكا سميل احسن انا غاستعن بالتقيق باش يعني العاجين زبدة نقدر نتحكم فيها لانا كان الجو سخون عندنا صافي غادي نبقى كل ساعة حتى نطلق هذيك العاجين على الشكل اللي انا باغا غادي نحصل على العاجين تكون رقيقة احنا هنا ارى انا دايرة فيه الخميرة يعني ما نخافش منه خنقطعوا رقيق ماشي ومشكيل غير غادي نغغل قطعتوه اطلقتوه رقيق عفوا خاصكم اه تديرو هده اسمي سو تبقاوا ديما نديرو الدقيق باش منين تبغيوا تهزون لشو الصون ديالكم يجيوكم ساهلين يعني ما يعدبوكم شو صافي غادي نبقى نزيد اه دقيق غادي بشوية بشوية كيف ما شوتوا العاجين ديالي رها خا يعني خفيفة وفي نفس الوقت رقيقة ولكن متحكمة فيها لانها عاجينة يعني مزيانة كاتنعجنيها بخاطرك باش كاتتتعطك واحد النتيجة مزيانة صافي هنا غادي ناخد من بعد ما دورت غادي ناخد هاد جوج قطعت قدروا تديرو هاد الشكل هادا انا غادي ندير غير الشكل العادي الدائري كان ناخدو قطعة ديالبيتزا وكان نقطعو به هادو الى عندكم دوك المرشم ديالو ديال الشانسون راهم كيتباعو كانوا عندي وطلفولية كيبغيوا شوية انكم نديروا معاهم الخاطر هادو الطباعات ديالو ولكن كتبقى هالطريقة هادي كتبقى ساهلة من الاحسن كتبقى طريقة ساهلة وعملية اكتر بالنسبة للطريقة ديال انهم بديرهم على شكل مربع ها ما غادي نقول لكم طريقة ديالهم ما غاديش نحضرهم ولكن غا نقول لكم طريقة ديالهم كيفاش كتدير كتقطعوهم وكتقسمو المربع كيو اللي عندكم على شكل متلت يعني الطرف الاول كتحطوه على الطرف الثاني وصافي هادي هي الطريقة ديالهم بالنسبة للشكل المربع صافي مبعد هنا يما بردتلي الحشوة تماما ومسيان وكيف ماش فتورا ها ناشفة عندي وناجحة اه مزا التعليها كي ما قلت لكم ازيتوا المقطع صافي غادي نبدا نقطع هادوك هادوك نبقى نعمر هادوك الدوارات ديالي باش نطوي على الشوصون ديالي صافي ديروا الكمية دي الخضرة اللي بغيتون تومة تقدرو هنا تزيدوا الفرماج تقدرو تزيدوا كذلك الفرماج ديال ديال اسميتو هادا ديال صندويتش تهو كي يجيزوي ونبزاف فيه انا ما غاديش ندير فيها لفرماج لاتشي حاجة كيف ما قلت لكم غادي نحط عليه غير الزيتون اللي درتو معاه باش يعتني ديك الملوحة كافية صافي غادي نكمل بحال هاكا وغادي ندوز باش ندوز ونشوفوا الطريقة ديال الطو ديالهم ما راهم ساهلين ماشي شي حاجة صعيبة يغير بشوية ما حاولوا تحطوا في الغزب ما تخرجوش على الجناب باش ما يتوسقش لكم العاجين وما يعطيكمش واحد لمنظر اللي هو زوين بالعكس حطوا غير بشوية وخدموا غير بالعقل من الاحسن باش يعني تحصلوا على واحد الناتيجة ديالو شصوا يكونوا زوينين بالنسبة انا هنما كملت كناخدو العاجين كيف ما شفتو ممكن جمعهاش او لكن تلكها بالعكس ير كان برك عليها واحد شوية وكنخليها ترتاح باش منين نبغي نخدمها نلقاها نقية وفي نفس الوقت لقاها مزيانا صافي كناخدو الجزء الاول كننصف دائرة كنحصلو عليها كنحطوه على الجزء التاني وكنبقاو نضع بركو عليها بالاصبوع ديالنا كيف ما شفتو باش نحصل على شي حاجة زوينة كتكون العملية نقية يعني الطريقة الخدمة تكون نقية باش تحصلو على الوشوصون زوينين ونقيين في نفس الوقت كيجيو الدادي صراحة غير جربوهم بها الطريقة وكيجيو خفاف وكيجيو بطريقة صحي يعني زوينة بزاف وما فيهمش اللحوم نتنوعو من جميع الحشوات بالخصوص في هاد رمضان كانوا جميع حشوات ديال اللحوم قلت للا علش لا ما نبدلش ونضير غير الخضر بالنسبة للفرشيب انا هنا كنديرها في الدقيق وباش كنبرك مزيان وكندعق عفوان كنبرك عليها باش ما نحصلش على عجين يعني اللي تخرج لي فيها الحشوة وفي نفس الوقت منيني طيبو تنفخو لي ويطردقو لي وتخرج لي الحشوة على الجناب إلا غادي نبرك عليهم من الجناب نزيان وغادي نقعدهم بيدي باديك الفرشيت هكذا وكنبرك عليهم بركم زيان من الأحسن باش ما تخرش لكم العمارة صافي غادي نكمل انا هاد اللي عندي كاملين وغادي ندوزوا باش ندهنوهم بالنسبة انا هنا كيف ما شفت ورانا كملت الكمية اللي عندي بنسبة لهاد الكمية راها كمية قليلة اعطتني كمية مزيانة كما قد لكم كمية مزيانة انا هنا اعطتني 13 وحدة يعني هاد 13 وحدة راها كافية لانا تقدرو كما قد لكم تضعفو العجين ديالكم وضعفو الخالط بالخصوص العجين الى كنتو بغيتو تديرو كتر كتديرو جز لايف وكتضعفو المقادير اللي غادي نكون ان شاء الله غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف مرحبا بكم وكنتمنى ان هاد الفيديو انا الاعجاب ديالكم وما تبخلوش حليا باللايك وبالتعاليق مندوزو كذلك الطريقة انا هنا يدهنتم بهذاك الاصفر ديال البيضاء اللي خليتهم اللي خليتها من قبل مندروا لها وحد شوية ديال قبل صوص صوجا مل احسن ديرو لهم صوص صوجا ماشي التحميرا لانهم مشي يعني ارغيفات او لا هادو بالعكس هادو كيجي فيهم غير اصفر بيضاء او لا آآ كان ديرو فيهم شوية ديال حليب مع اصفر بيضاء انا تخلطتها هنا مع صوص صوجا باش كي يحتوي ذيال لون ديالها وغادي ندهنوهم زيان غادي نزوقهم بالزنجلان زنجلان العادي تقدرو تديرو الزنجلان البيض تقدرو تديرو البافو تقدرو تديرو الحب decide السوداء اي حاجة عندكم تقدرو تقدرو تديرو حتى اللوز ايفيلي لانه اللوز ايفيلي كيجي مع مع المالح ومع الحلو كتخلطو تتزوقوهم باش ما بغيتو او لا تقدرو تخليهم غير هكاك يعني ما تزوقوهمش بزاف صافي انا هنا هيا غادي نزوقهم كما شفتو بالزنجلان غير شو شوية ماشي بزاف كيعجبوني بهاتزنجلان هادو صافي وغادي ندخلهم بالنسبة لطيا بيكون فرانسون ام بعد النقص عليهم وندخلوهم الفوق حتى يطيبو على خاطرهم على نار مهيلة ونقصو عليهم يتحمروا ليا من تحت وعاد نهبطهم ياخدوا ليا دا كل لون المذهب اللون المذهب ديالهم باش كيعطوها دا كل لون كيف ما شفتو طريقة ديال طياب ديالهم ما اخداتش طريقة يعني ما اخداتش وقت بزاف من غير عشر ديال دقايق تقريبا كانتمنى ان هاد الفيديونا الاعجاب ديالكم ما تبخلوش علي باللايك وبالاشتراك